يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى النهاردة وأنا جاي أتكلم معاكم حسة قوي بجد بنفس إحساس القلق والخوف اللي جوه كل أب و أم خوفهم على أولادهم وخصوصا اليومين دول ما فيه شك أن أولادنا دول أكيد أغلى حاجة في حياتنا يعني أقطع من جلدي وديهم أقطع من لحمي زي ما المصرين بيقولوا كده ودي ابني أو ودي ابنتي أغلى حاجة يعني ممكن يعني أبيع نفسي وبيع هدومي عشان لو شفت ابني محتاج حاجة ولا مريض لا سمح الله يعني ما بفكرش فما دول أغلى حاجة عندنا أغلى ما في حياتنا والطبيعي جدا طبعا إحنا نخاف عليهم ونقلق عليهم ودايما لازم نكون مركزين معاهم خاصة خاصة في سن المراهقة النهاردة بقى لازم نركز ومش بس تركيز عادي لا ده التركيز كمان هيبقى مضاعف وعنينا تبقى في وسط رسنا بزيادة قوي قوي ليه بقى يا إيمان لأن الخطر اللي بيهددهم اليومين دول بقى خطر كبير جدا وبقى خطر ده متقيل وبيحوتهم من كل ناحية والخطر ده ممكن لا سمح الله بيوصل للوفاة والموت ليه بقى لأن هم دلوقتي معظم وقتهم مقضينوا على التليفون وفتحين التيك تاك دي حقيقة ومش هنعرف نهرب منها كتير بقى لنا فترة عامين نفسنا مش شايفينها لكن خلاص ده بقى واقع واقع عايشين فيه وفي نفس الوقت أهلي كتير جدا يجوا لولي ما أنا مش عارف أمنع ابني إنه هو يبقى على تيك تاك أنا مش عارف أمنع ولادي بنلاقيهم بيتفرجوا على فيديوهات أو هم اللي بيعملوا فيديوهات وقلنا ماشي يعني فيديو بيرقصوا فيه بيتحكوا فيه بيعملوا كوميكس مثلا حاجات تركيب صوت حاجات لطيفة بيهزروا وقلنا ماشي لكن لغاية ما توصل للكرسة الحقيقية وهنا مش ماشي الكرسة الحقيقية اللي احنا بنعاني منها دلوقتي وهي التشالنج اللي على التيك تاك أو بيسموها تحديات التيك تاك اللي بيتعرضوا لها كل يوم هم مسكين الموبايل وبيقلدوها تقليد أعمى أنا شايف تشالنج آه أنا لازم أدخل وباين للناس إن أنا شاطر وأجيب فالورز كتير وأجيب لايكس كتير وكمان الهدايا اللي بتتحط على التشالنج دي بتغري أي حد أنا فيه فلوس ده خلالي فيه هدايا بفلوس فأنا لو هموت نفسي لازم أدخل وبقى قد التحدي لأنه اسمه تحدي التحدي ده فيه خطورة كبيرة قوي على صحتهم وحياتهم وتركزهم وأعصابهم تعالوا كده مع بعض الفترة اللي فاتت سمعنا كلنا يمكن يعني 80% من الشعب المصري الفترة اللي فاتت دي عن تحدي اسمه كتم الأنفاس اللي ممكن فعلا يضيع حياة بني آدم ويضيع حياة طفل وهو فاكر أنه بيلعب ليه بقى لأنه في اللعبة دي بيصاب بالاختناء أو الغيبوبة يبقى دي أول لعبة ممكن يجي له غيبوبة أو يتخنق وده شفنا حلق كتير كده ده أول تشالنج تاني تشالنج على التيك توك وهو تحدي القفز إلى الأعلى اللي فعلا وشفنا الحالة دي اللي تسبب في طالب عمره يا حبيبي 13 سنة يصاب بكسر في العمود الفقري وهو أصلا الولد ده بطل بطل من أبطال مصر في الجودو تخيلوا يبقى قلنا أول تشالنج تاني تشالنج تالت تشالنج على التيك توك لعبة تشارلي الحاجة غريبة قوي لعبة عجيبة وغريبة وسمعنا عنها فجأة كده قال إيه استحضار للأرواح والشياطين وحاجات غريبة كده لهي في مجتمعنا ولا في أي دي من الأديان يا جماعة دي مش ألعاب ده شر شر كبير وقزى غريب بيهدد حياة ولادنا عشان كده النهاردة أنا معاكم وحلقتنا هنتكلم فيها عن التحديات الخطيرة اللي منتشر على تطبيق التيك توك وازاي نحمي ولادنا منها وليه ولادنا بيجروا وبينجزبوا جدا لكل الأبليكيشنز دي هنعرف ده كله مع الدكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية ومعالجة الاضطرابات السلوكية والله هنتقبل معاها بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني مشاهدينا وزي ما قلنا حلقتنا النهاردة على التيك توك وتحديات التيك توك ومخاطر التحديات دي على ولادنا منورانا في الاستوديو الدكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية ومعالج الاضطرابات السلوكية أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك هندخل في الموضوع على طول تشالنج التيك توك قلنا شوية حاجات بس هنبتديها بقى مع بعض من الأول أول تشالنج خالص اللي تكلمنا فيه كتم الأنفاس ايه للتشالنج ده وايه الحاجات والمشاكل اللي شفتيها بعد التشالنج ده والله كتم الأنفاس ده رليتت كمان بموضوع الحبل وهي بنفس نوعية الأفكار اللي فيها تحدي كتير وبتبقى جاذبة جدا للمراهق أو للأطفال أحيانا لللي بيلعبوها وهي بتعتمد أني الطفل أو المراهق أو الشخص بقى اللي بيلعبها أنه هو يكتم نفسه وقت أطول وبالتالي يحقق سكور أعلى فطبعا كان بيوصل ببعض الأطفال والمراهقين لحالات وفاة أو إغماءات وده بالفعل حصل في بلادي يعني في إيطاليا فإحنا وهو إزاي يعني أي بني آدم يعني طفل أنا أنت يعني أنا معدك تمنفس كتير أول ما حسن أن أنا هتعب فبفك يعني هو إزاي بيفضل كاتب نفسه لغاية ما بيموت إزاي برضو يعني إزاي عقله الباطن يهيبه إنه هو يعمل كيف نفسه لإني عقله الباطن ده بقى جايب له فكرة إن أنا هبقى بطل وهيرو لو أنا خدت سكور أعلى وأنا هبقى أحسن واحد في صحابي وفلوس أكتر مثلا الشالنج ده بيبقى الهدايا الشالنج ده ممكن يتعامل تجيب له فلوس أعلى أو تجيب له هدايا لألعاب تانية فور فري فيبتدي يبقى عنده التارجت أو انتريستد نفسه يشتري لعبة لكن هي هتجيله ببلاش من التحدي ده طب التحدي ده طلع طلع إزاي حالتيك توك يعني هل هما الابليكيشن دي ذات نفسه هو اللي صرر بالتحدي ده يعني هو اللي بيبس الأفكار دي ولا طلع من عندنا احنا يعني عايزين نفهم يعني إيه اللي جات فكرة التحدي ده لا التحديات دي جات فكرتها من طبعا المبرمجين بتوع الابليكيشنز والألعاب لا هي مستوردة من برة من الثقافات الأوروبية المبرمجين بتوع الألعاب بيحطوا الألعاب دي وطبعا اللعبة كل ما بتشهر كل ما اللعبة الإقبال عليها بيبقى الإقبال عليها أكتر فبالتالي بيتربح منها صاحب الابليكيشنز وابتدت الألعاب دي تنتشر بقى على يعني أكتر تطبيق بتنتشر عليه الألعاب لأنه تطبيق مش عليه أي نوع من الرقابة وبتسعى طبعا الدولة جاهدة متكتفة مع الإعلام في كل التنبيهات في كل حتة في المدارس ينبعوا أن تطبيقات التيك توك ابتدت واضح جدا أنها تؤثر بالسلب بل بتؤدي بحياة بعض الأطفال والمراهقين بالوصول للوفاة ده ده اللي هي تحدي كتم الأنفاس لكن أنا عن نفسي لسه بتفرج على مسلسل وبعدين فجأة لقيت مشهد في المسلسل ابن خالد النبوي دخل عليه لقى عامل المشنقة دي فهو حتى بيين المشهد التمثيل أنه تخض والولد بيقول له أنا بهزر قال له ده مش هزار وكان هو القبزة نفسه هيروح فيها طيب ما احنا ليه الدراما ليه بقى ما هو؟ يعني دي حاجة احنا رفضينها هل احنا مطلعينها في المسلسل عشان نقول للناس ان خلي بالكم في لعبة كذا ولا عشان أجار الترند وابقى ماشي مع الحكاية أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة الترند ده أنا لما بععد مع مراهقين وقعد أشوف أنزل لتفكرهم أشوف هما بيفكروا ازاي أنا عايزة أقول لحضرك الترند بقى عندهم ولع بالترند ولذلك طبعا من منصة برنامج حضرتك بنوجه لكل المؤلفين ووضع السيناريو أن احنا نخلي بالنا كويس جدا من النماذج لأن انا لما بعمل فوكس على حاجة ممكن أنا بصح الفكرة في زهن طفل مكتائب أو ناقم على حياته فيقوم ينفذها وأنا يعني أخسن بالله أنا جات لي فعلا حالة وفاة بس الأم والأخت بقى بيتعالجوا نفسيا بعد ما حصل الموقف الولد كان بيشايفه يعني بيلعبها وللأسف الكرسي تزحزح من تحت رجله فالولد الله يرحم يعني إيه لعبة إيه دي اللي أعمل مشنق أنا وزوء الكرسي لعبة إيه دي مش بتكلم فعلا حالات وقعية ده هم قردي ماتوا خلاص بعدي يعني هم في وفاة كلينيكية آه طبعا فطبعا الأهل ليهم دورك كبير جدا إن هم هنتكلم عن دور الأهل باستفادة خلينا أنخلص التحديات كلها خلينا نفوكس على الألعاب خلينا نتكلم على لعبة أخرى خطيرة ومنتشرة برضو دلوقتي وفي مدرسة حصل فيها هرج بسبب اللعبة دي اللعبة اسمها جناية النار واللعبة دي ببساطة يعني آه أن الولاد يبتدوا يفتحوا نوع من الغاز ويبتدوا يقولوا كلمات معينة تستحضر الجنية فبالتالي لما الغاز بيتفتح زي بقول لحضراتك بيحصل نوع من الغيبوبة لل جنية إيه للغاز فبيتحيق لأنه هو في حالة جنية إيه للغاز هيجيب الجنية هيجيبها من إيه الغاز هيخنقك الغاز هيخنقك وتموت بزرق الغاز يعني الأطفال والمراقين تربة خصبة لزرع الأفكار في لعبة تانية تبوش معنى الغاز لما أنا شغل الغاز الجنية هتظهر يعني ليه لما أمولعش النهار الغاز هيخلي ثاني أكسيد الكربون هيخليه في حالة غياب مبدائي كده هيتخيل فبتدي يتخيل بقى إنه هو فعلا بتنفذ التعليمات بتاعته والكلام ده كله أيوة بس أصليا فبتدي الحس إنه هو باورد بصي حضرتك قد إيه هم بقى بيعودوا ينقلوا في الفيديوهات اللي في سنهم اللي هو ده أنا لما عملت التحدي ده ظهرت للجنية بالزبت وطلبت منها اللي أنا عاوزه فطبعا يعيني طفل ممكن يكون ويبعت على الجروب سبعت تاعت الواتساب والولاد يبقى ترندي جدا للموضوع ويبقوا عندهم شراهة وفضول إنه هم يقلدوا خلينا أتكلم برضو على لعبة تانية مهم ماوي لعبة اسمها تشارلي وتشارلي ده حد توفاه الله أصلا في الحقيقة يعني طبعا هي مستوردة من برا واللعبة دي بمجابها إن إحنا بنقعد نستحضر زي ويجا كده زبان بنستحضر بنحط ألم ونرسم أربع مربعات وبعدين اللي بيعمل الأوامر شخص بيعمل يعني هوا كده فالألم بيتحرك فبيتخيلوا إن الروح بتاعة شارلي حضرت وتبتزي تطلب منهم تعليمات ومنها تعليمات بقى روح مش عارفة لفين ويعمل إيه نط من فين لفين واللي بيحقق التعليمات بشكل أكبر ما هي اللعبة دي شبيهة للعبة الفيل الأزرق ولا كانت إيه الحوت الأزرق الحوت الأزرق وكان فيه لعبة اللي كانوا بيعودوا برضو فيها تشالنج إن هو يعدي مرحلة ما عرفش إيه وينط منين وينزل بالليل ما عرفش أيوة ساحة كده يسيب البيت وينزل ويمشي آخر الشارع ويدخل يمين ويدخل الشمال وكانوا بيرقبوا كاميرات البيت يعني ما عرفش كان بيرقبوا الموبايلات فكان بيشوفوا في الكل وفيه طفل توفاه الله بالفعل في العملية طلبت من واحد إن هو يقفز من فوصها ونط فعل طب برضو دي الجنية متخيلين مع الغاز وده التشارلي اللي لما يرسم لها التلاصم تلاصم ده أنا عايزة هنا ساوند إفكت بقى جوه روعه التلاصم بقى فتشارلي تظهر فاللي هو برضو السحر والأعمال اللي هو متخيل إن فيه عفريت هيطلع تشارلي وينفز له اللي هو عاوزه طب فيه حاجة غريبة جداً وقع برضو من فترة في مدرسة بنات إن البنتين معرفش بينزلوا دم زي زمان كده عبدت الشيطان والحاجات دي بيعملوا تعويزة برضو معينة والله المدرسة كلها خرجوا يصوتوا البنات في الحمام بتاع المدرسة والبنات اللي دخلوا على والشوم دم دي برضو تشارلي ولا دي ايه لأ دي تبع جنيت النار إنه يبتستحضر بيقعدوا يقولوا زي تلاصم كده في الحمام ونهما يعوروا جزء من إيدهم ويحطوا دم على والشوم طبعاً دي حصلت بالفعل في مدرسة هنا أيها حصلت والمدرسة كلها خرجت اتخضوا اتخضوا طبعاً خرجت بره البنات خرجوا بره المدرسة فطبعاً دي كلها مجموعة من الألعاب بتنتشر المراهقين دلوقتي عندهم ولع التنس احنا بس في التحديات الأول يعني أول لنك كده كامل تحديات كلها تيك توك عرفنا التحديات احنا بس بنعرفك كأم بنعرفك كأب بنعرفك انت بردو كشاب لو أخوك الصغير يبقى لازم تبقى عارف طبعاً تحديات بتوصل للموت تحديات لعبة لعبة من كتر ما أنا بتحدى نفسي وصحابي ممكن توصل ابني أو بنتي انه ما لقوهمش تاني طب نعمل ايه في التحديات دي وازاي نواجهها بعد الفاصل تحدي غموض مغامرة هكذا يمكن أن نصف عالم التحديات والألعاب على تطبيقات السوشيال ميديا أو التيك توك هذا العالم المخيف الذي يغري الأطفال والمراهقين لاكتشاف أسراره والدخول في مغاراته وللأسف قد لا يحمل الأمر لهم المتعة والتسلية التي ينتظرونها بل تخداهم التجربة فيجد أنفسهم على أعتاب عالم الضحايا والموتى ومن هذه الألعاب والتحديات المميتة على التيك توك تحدي كتم الأنفاس وتقوم فكرته أن يقوم الشخص بالتنفس بسرعة ثم كتم نفسه ويتجمع حوله زملائه الذين يقومون بالضغط على صدره ومنطقة القلب وهو أمر يهدد حياة الشخص ويعرضه للإغماء في دقائق معدودة نتيجة عدم وصول الأكسجين للمخ والقلب وكذلك تحدي القفز للأعلى هو تحدي يكون عن طريقة أن يحمل مجموعة من الشباب شخصا آخر ويلقوه لأعلى ويتركه ينزل على الأرض مما يعرضه بالتأكيد لمخاطر عديدة ومن الألعاب المميتة أيضا لعبة تشارلي وتعتمد اللعبة على استدعاء روح شيطان يسمى تشارلي وتوجيه أسئلة له وانتظار أن يجيب الشيطان بنعم أم لا لا تتوقف القائمة عند هذا الحد بل هناك ألعاب أخرى كالحوت الأزرق ولعبة مومو وغيرها من الألعاب وإن اختلفت هذه الألعاب في مسمياتها إلا أنها تشترك جميعا في حكم الخطر الذي تشكله على شبابنا أهلا بكم معنا مشاهدين مرة تانية أنت عارفة يا شيرين أنا كأم ما بقدرش أمنع بنتي أن هي تبقى مسكة لتيك توك يعني أنا ما قدرش كموزيعة أطلع أقول لازم نمنعهم والتليفونات لأن أنا هبقى كدابة أنا بدخل على بنتي وبتخانق كتير وبعمل مشاكل كتير وفي الآخر ما بحكمش برضو يعني ما بقدرش أعمل كنترول تماما على التليفون اللي في إيديها إحنا دلوقتي في جيل استحالت أخدي منها التليفون واستحالت قولي لها وريني بتعملي يا ممكن تبصي من بعيد اخترقتي لخصوصية بزيادة هتبي أم شريرة يعني علشان كده إحنا بنقول لازم أعرف مفهوم كده للناس مفهوم المنع الزكي إيه بقى المنع الزكي؟ المنع غير مباشر المنع الزكي يعني أني أنا أولاً الجيل بتاعنا ده مش جيل للنصح المباشر خالص لا لا خالص ده جيل تقديم النموذج يعني أسلوب التربية الأمثل ليه تقديم النموذج يعني إيه؟ يعني أنا لما أجي أمنع حاجة لازم يكون عندي زكاء لأن خليني برضو ألقي الضوء على أن منع الشيء فجأة يؤدي إلى شراهة في استعماله الممنوع مرغوب بالظبط إحنا متربين على الممنوع مرغوب أي حاجة بقولها لا يبقى آه على طول فطبعاً الأمهات لازم تتنبه أني أنا لازم أقرب وصادق ابني وابتدي مبدئياً يعني أتابع هو بيشوف إيه؟ لغة الحوار مع الإبن مهمة جداً جداً مش معقول أنا بشوف نسمة إخفاء يعني بنتك أو ابنك بيعملك إخفاء من الحالة أو الستوري اللي بيحطوها أو بلوك من الأبليكيشن لأن إنتي مهما تدوري ما تلاقيهوش نعمل إيه بقى في هاي نعمل إيه؟ إن إحنا ده ما يجيش فجأة أصلي ومش بقول إن أنا أدخل قاعد وأعود أعمل كده أبص على الحاجة اللي هي بتشوفها لأ طبعاً مش كده خالص أنا لازم أتابع سلوكيتها يعني المشكلة إن فيه أمهات كتير يعني ضد مبدأ إن البنت تفضل أو المراهض يبقى في قوضة مغلقة مقفولة عليه بالسعيد أنا ضد المبدأ ده خالص يعني ضده تماماً لإني ده ممكن يوصل لمراحل من العزلة والتوحد والاكتئاب الأم لازم تدخل وتقرب من فكر بنتها أو ابنها بالتدريج لازم تنزل شوية لمستوى تفكيره وتقعد تتناقش معاه وتشوف من بعيد وتتابع مين نوعيات أصحابه وتبتدي كمان تقرب وتجيبهم له البيت بحيث فهم قصدي حضرتك بحيث إن هي تقرب من الجروب كله إن هي تنزل لمستوى تفكيرهم الصداقة مهمة جداً 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 إن أنا أنامي عند المراهق ترمومتر أنا ما أقدرش أمنع على فكرة لأنه أنا لو منعت في البيت قدامي هيروح يتفرج مع أصحابه برا أو تتفرج مع أصحابه برا لا هو بجد بجد نادراً لما فيه أهل بيمنعه هو دلوقتي 5% المنع المفاجئ مبدئية ممكن يعمل اكتئاب ما فيش أطفال بتسمح بده دلوقتي ده بيبعنده 12 سنة ولو مامته خدت منه الموبايل ولا قيت له أنت بتعمل إيه بتبقى جنيه وعيات لأنه بيتعرض بالفعل الاكتئاب على فكرة بيتعرض لبانيك لو من كتر إدمانه ما هو ده المرض اللي صراحت به منظمة الصحة النفسية إن إحنا عندنا مرض نفسي اسمه إدمان الإنترنت إنما أنا بقول إن إحنا لازم نحط البديل البديل لنوعية الألعاب دي لو أنا ابني أو بنتي بيقضي طيب خلينا نعف عند البديل إيه يعني هنطلع فاصل وبعد الفاصل عطول هنعرف هل فعلاً ممكن يبقى فيه بديل للألعاب دي هم ممكن يقتنعوا إنه يبقى أصلاً فيه بديل بعد الفاصل عارفين جداً إن الممنوع مرغوب عند ولادنا ومهما حاولتي ومهما زعقتي ومهما كسرت البيت كل اللي إنتي بتزعاعي علي بالنسبة لهم ولا حاجة طول ما إنتي بتقولي لأ هم عايزينه طول ما إنتي بتقولي الموبايل لا يبقى الموبايل ده أغلى حاجة في حياتهم ولو إنتي جيتي قلتي التيك توك ممنوع نهائي يبقى التيك توك ده أنا مش عارف عيش من غيره إحنا تكلمنا قبل الفاصل إزاي نلاقي بديل بديل للتشالنج أو التحديات اللي بنشوفها على التيك توك طب إيه البديل يعني هل فعلاً فيه بديل هو إحنا لما نعرض لعبة يا ريت بقى نفوكس الترند مش يبقى على اللعبة الترند يبقى على الضرر اللي وقع على الولد لما لعب اللعبة وبكده أبقى أنا بمنع أن الترند ده الولاد تقلده زي أهم جزئية في السوشيال ميتيو بدلا ما نعمل فوكس على السجاير لا إحنا نعمل فوكس على أضرار السجاير على رئة شخص بيشرف سجاير أو المخدرات نفس الحكاية خلينا نقول أن الصور بيبقى ليها تأثير كبير جداً على السلوكيات لأن أنت بتدخل للعقل الباطن الصورة هي كل ما يحط السجارة على بقه يفتكر شكل الرئة الزمئ فده مهم قوي من قبل ما يطلع التيك توك وكان فيه أبليكيشنز كتير وكان الولاد كانوا بيتهفتوا يعني كان عندهم حالة كده الشيزوفرينيا أنه ماسك الموبايل طوالوقت بس كان الأول هو نفسه يعني مثلا لو بنت صغيرة 13-14 سنة هي شايفة فيه بنت في الصين أو فيه بنت معرفش فيه مشهورة قوي وبقت أغنى بنت في العالم وعندها فالورز بالملايين فهم عندهم يعني اللي هو أنا معايير القيم اختلفت معايير النجاح اختلفت معايير النجاح دلوقتي ما بقتش في العلوم والتكنولوجيا والرياضة والطب معايير النجاح الأكتر بقت في أكتر حد عامل حاجة غريبة ومختلفة وبياخد أكتر لايكس وبياخد أعلى نسب مشاهدة أقولك كمان بقى على حاجة يعني مش بس معايير النجاح معايير القبول يعني القبول الزباني البنت كانت تبقى أثقف نفسها لما حد يقولها أنت أمر شكلك حلوة الله شعرك جميل أو مثقفة جسمك أدها دي أنت طالعة الأولى على المدرسة دي أنت دلوقتي لا هي ممكن تبقى أمر جميلة الجميلات وفيها كل المميزات وعيشها جميلة جدا ومرتاحة بس هي عندها عقدة نفسيا أنه ما عندهاش قبول أو مش محبوبة لأنه ما عندهاش فالورز كتير فحطة الفالورز دي بتسبب إحباط لبعض النمازج أنا جات لي فعلا نمازج زي ما حضرتك بتحكيها بالظهر بيجي لهم إحباط أن أنا مش محقق التارجت ده فالتارجت هو إيه؟ التارجت بقى أكتر تيك توك في ألفاظ مخلة هو اللي بيأخذ أعلى لايكس اللي فيه عرية أكتر بيأخذ أعلى لايكس إحنا لازم نفهم ولادنا بقى ده وعلى فكرة يعني أنا شفت تيك توك إيجابية جدا بتركز على نمازج شخصيات نجحة عجبتني إحنا نقدر نغير ده على فكرة يعني ده في إدينا إن إحنا نركز على نمازج نجحة أو على طفل اخترع حاجة أو طفل جاب سكورة عالي جدا في مسابقات دولية على مستوى المدارس ونعمله ترند ده كله في إدينا وبنسميها قوة السوشيال ميديا خليها نستغلها بقى بشكل إيجابي شوية بعد كميات السلبية اللي إحنا بنشوفها وتضرر للسلبي وخليني أرجع لنقطة تانية نقطة المنع الزكي أولا لو أنا منعت شيء فجأة من طفل أو مراهق بيمارس الجلوس على الإنترنت بكل بقى مستوياتها كل التطبيقات بلاي ستيشن الألعاب دي السوشيال ميديا كلها نحن كنا الأول مدائين من البلاي ستيشن طبعا بيقولك ابني قاد على البلاي ستيشن 24 ساعة بقيت في الموباي ستيشن وكان ساعتها الباب جي والحاجات اللي يقولك ده بيعلم ابني العنف ده طول النهار عمال يضرب في ناره أرحم كانت من تيك توك شوية التيك توك طبعا بيحط السم في العسل بالضبط سمت العسل احنا نمنع بإن احنا ندخل معطى آخر على الحياة للمراهقين دول المعطى ده تدريجي وأنا بيجيلي بالفعل أنا شايف فيه مستوى تحضر كبير على فكرة بيجيلي أمهات بتقولي قاعد طول الوقت على التيك توك واليوتيوب والكلام ده أنا عايزة أعرف أعمل إيه بنبتزي بقى نعمل سايكواناليسي تحليل نفسي للطفل وأحيانا أجد أن الأم والأب بيعملوه بطريقة هم مش فاهمين أنها غلط وفاكرين أنه هم بيرايحوا بالعكس أن أنا لما حمل المراهق مسئولية حاجة أو مسئولية حد من أخواته ده حاجة إيجابية أن أنا أدخله لو والده يسمح شغله أنه يروح يساعده في شغله في وقت الأجازات والصيف مش عيب أن أنا أودي يشتغل حاجة طالما أن هي بيتعلم بيها حاجة مش عيب برضو الكورسز الرياضة 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 ساعات بنشوف ولاد بيبقوا شايفين أهليهم أصلا قاعدين على التيك توك يعني المشكلة أن أنت مش بس بخايفة عليهم من المخاطر لا بيبقى الأب أو الأم طول للوقت قاعدين على التيك توك طبعا دي حالات يرسلها ودي ما يقوس منها لأن احنا مش هنكلم الأمهات دول أو الأهالي دول لأن قرية دي هم القدوة السيئة لابنهم أو بنتهم بس إحنا هنوعيهم أن أنت ما تقدريش تقولي لإبنك إحنا مش هنمنع خالص بس أنا ممكن قاعد برضو أديله السم يعني إلا المعلومة الجفة أبتدي أقرب منه أشوفه بيتفرج على إيه إيه ده حلو ممكن أضحك معه على حاجة معينة طالما أنها لقيقة بس بعد كده أنا كده لقطت إيه نوعية الحاجة اللي بيشوفها لكن ما ينفعش أنا طول الوقت أبقى قاعدة بتفرج على التيك توك وقوله ما تفرجش على التيك توك إزاي يعني هو مش هينفز أم تسألك وتقولك طب أنا ممكن أنزل برنامج تجسس على الموبايل بتاع ابني مثلا وأشوف بيعمل إيه من وراء ولا لأ لأن في أمهات قلبها ما بيجيبهاش بتبقى خايفة تعمل ده وفي أمهات بتعمل ده بس بتبقى طول الوقت في حالة صراع مع النفسه وشاء قالب وعارفة أن في حاجات غلط وعايزة تزعق ومش قادرة يعني هل أنت مع أن أنا قرائب تليفونات ولادي ولا لأ؟ هو من وقت للتاني لازم يبقى فيه بس مش على طول مش على طول من وقت للتاني أنا لازم أرائب وعن بعد ومن غير ما ابني يحس من وقت للتاني أشوف هو السرش بيعمله عليها تقنية جوجل جوجل عملت تقنية مهمة جدا من الناس كلها لازم تبقى عارفها تقنية فاميلي سيفنج الحفاظ على الأسرة ودي لازم يتعامل بيها تشفير لموبايل بتاعة المراقين وما فيهاش كلام طيب دايماً الأم بتشتكي وبترمي العبء ده على الأب اللي هو طب ما هو جوزي مش شايل معايا ما هو برضو هو اللي لازم يشخط ويشد على الولاد ما أنا طول النهار بنظف وبطبخ ما أنا مش معقول برضو أنا اللي هفضل أشوفهم بيعملوا إيه هل دي مسؤولية الأم ولا الأب؟ الاتنين بس خلينا نقول بشكل أكبر هي مسؤولية الأم بحكم تواجدها أغلب اليوم يعني طبعاً فيه مع احترامي لجميع السيدات العاملات ورباط المنزل كمان الأم هي اللي متواجدة أكثر وهي اللي أكثر إحساساً نتيجة لأن مركز زكاء العاطفي عندها أعلى من الأب من الرجل يعني فهي اللي بتحس أكتر بالأبناء وبحكم كمان تواجدها معاهم أكتر الأب لا يغيب دوره الأب لازم يشارك الأب لازم يشارك كمان إمتى أكتر يعني تبقى ضرورة أنه هو يشارك لما الأمة تبقى خلاص فرط الحبل من إيدها خلاص هي ابنها بقى عنده مناعة من أنه هو يستجيب لتعلماتها فحاجة هي شايفة أن هي بتضره فعلياً أنا لازم أتنبه كويس جداً لابني لو أنا شايفة منعزل ابني أو بنتي طبعاً شايفة منعزل وقاعد بتوقيت كتير جداً على الألعاب دي أو قافل قطه عليه بيجي لنا ضيوف مش بيطلع يسلم بنزور حد مش بيتعامل ابني كده داخل في توحد مكتسب بسبب الألعاب دي نهيكي بقى عن أن الألعاب دي ممكن تبتدي تسيطر على تفكيره أكتر بالحالات اللي احنا ذكرناها من حالات الوفا والضرر والشلل زي ما شفنا بعض الألعاب طب لو في أم تسألك مثلاً دلوقتي تقول لنا طب إيه العلامات اللي ممكن أشوفها في قوضة ابني أو بنتي تخليني أشكي أن هو لي في التحديات دي أو هو داخل في مرحلة خطر أحييكي على السؤال ده لأن احنا كنا محتاجين السؤال ده فعلاً العلامات وجود حبل في القوضة وجود كرسي وجود كتر أحياناً بيستخدموا على فكرة فيه تحديات تانية ودي حاجة من قديم الزمان أن هم يبتدوا يشرتوا الحتة دي عندهم وده مشهور جداً وعايز أقول لحضرتك يعني هو فيه ناس بتعملوا علشان اضطراب نفسي معين هم بيحسوا بالارتياح لما بيشوفوا ده بيبتدوا يشيروا ده على جروبس الولاد فبيلقوه ترندي قوي أني بنت لو عندها مشكلة عطفية وأنا شفت حالات كده بالفعل اللي عندها مشكلة عطفية أو يعني طبعاً ده حاجات غير مصرح بيها بمجتمعنا أو الولد اللي مرتبطة بسابها بتشير ده على الجروب أن هي يعني وصلة لأعلى حالة من الضرر النفسي فطبعاً أنا كل الكلام ده أنا لازم على فكرة أبص دايماً على على إيد بنتي وابني دي حالات منتشرة قوي 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 بين المراقين في المدارس سدية دي حاجة مهمة جداً لأن أحياناً كمان بيعملوها في رجليهم فالأب والأمة بياخدوش بالهم بالضبط هنا في الرجل أو في الإيد هنا وأحياناً بيعملوها بإيه بالكنز الفتاحة بتاعة الكنز الحتة الحديد اللي بيها أنا لازم بيجي لهم قلب إزاي بيجي لها قلب إزاي تنفك الحديد الولع بالترند وإحساسها بإن الأصحابة هيتعاطفوا معاها أو اللي هي لو كانت مرتبطة بحدها هيتعاطف معاها ممكن يرجع لها بسعب حاجة زي دي بيخليها كده عشان كده لغة الحوار بين الأم وأبنائها ومتابعتهم ما لقيش ابني أو بنتي قاعدة فترات كبيرة ما بتحاورنيش متغيرة متضايقة مكتائبة أحاول أخرجها معايا مش عايزة تخرج أنا لو خدت طفل يعني بنتي أو ابني خدتهم اتمشيت بيهم حتى نص ساعة في اليوم أنا غيرت له جو وبتديت أقرب منه رفعت السيروتونين في جسمه أنا مش بقوله هوري يعني رياضة فظيعة بنقول نمشيه بس نص ساعة أنا خليت السيروتونين مضاد للإكتئاب يطلع في جسمه بحيث أنه ما بيبقاش فريسة للإكتئاب أنه ما بيتكلمش مع حد أنه هو ناقم على طول في البيت مش بيشارج في أي حاجة من أنشطة البيت مش عايز يروح زياراته طيب سؤال مهم الأم أو الأب برضو في الحالة دي لما يلاقوا كل العلامات والإشارات اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة هل يودوا أولادهم يعني التعديل سلوك ولا الدكتور نفسي ولا لايف كوتش برضو سؤال حييجي عليها في الأول هبتدي أحاول أن أنا أعمل سيرش وهتلاقون يعني لو عملتوا سيرش هتلاقوا كلامي ده في كل حتة أعمل سيرش إزاي أنا من خلال أن أنا السوشيال ميديا أن أنا أوصل إزاي عالج الاترابات دي منها أن أنا أبتدي أدخله رياضة أو أكون ميل نحو لعبة معينة ممكن يكون رس ممكن يكون ميوزك تكون بنتي بتحب الميوزك ممكن أوديها تتفرج على ألعاب في النادي ممكن يكون حتى زومبي يعني الرأسة بتاعة الزومبة مفيش مشكلة كل ده هيبقى مضاد للإكتئاب بالنسبة لنا كل ده هيخليها ما تقعدش على نمازج الألعاب دي وبتقنين الوقت بين المذاكرة طبعاً وبين أن أنا أخلي أبني أو بنتي لعب طب غير الرياضة رياضة يعني إيه بلان بي غير الرياضة الحوار حوار المشاركة في الاهتمامات وده مهم جداً وده مش بنلاقي خالط وده بقى فعلاً اللي ناقص في مجتمعنا يعني بصي عشان نبقى صراحة ولازم الأم تثقف نفسها إزاي أشارك ابني في اهتماماته أنا لازم أعمل فرايتي على فكرة في اهتمامي بابني أحببه في لعبة أشاركه مع أصحابه أن أنا أوديهم مكان معين هم مكنوش قادرين يروحوه أبتدي أقرب منه هو مهتم بإيه وحابب إيه وابتدي أوجهه لي وساعده أنه هو يوصله حتى أن أنا أتواصل مع أمهات أصحابه الأنتيم أبتدي أعرف مين أصحاب ولادي القريبين وأتواصل مع أمهاتهم ونعمل سفريات دي يوز مين بيعمل كده بتشرين؟ لا والله أنا بشوف أمهات متحمدرة جدا يعني مين بيعمل كده؟ والله عشان ولادي التربية بقى صعبة على فكرة الست اللي بتشتغل صعب جدا صعب كده أن هي تعمل كده يعني أنا ستة بشتغل استحالة عرف أعمل كل حديك بتقولي ده فأنا دلوقتي حسيت أن أنا مقصرة وضمير يبتدي يوجعني وكده أنا جالي حلقة نفسية آه أنت دلوقتي كزي زي ستات الوقت اللي هتتفرج علي هتقولي يعني أنا كده أم فشلة يعني أنا ما بعملش تعتبر بها حاجات اللي بتقولوها لا إحنا ما قلناش أم فشلة الأم المكتهدة هي الأم المسالية أنا لازم أكتهد إزاي أربي أولادي هتلاقي الوقت ده كله دكتور شريني ديني بديل بديل برضو لغير اللي إحنا بنقوله ده ده صح إحنا قلناه الحوار مهم جدا إن أنا أصادق أولادي ده مهم جدا إن أنا أدخل معطيات أسحب أولادي لحاجة تانية اهتمام من اهتماماتهم ممكن يكون حتى في مساعدة أطفال أيتام أو فيه اهتمامات متعددة يعني لدعا لسردها دلوقتي إن أنا أنمي الحس ده عندهم هيحسوا بقيمة الإنجاز هما الألعاب دي بيتوجهوا ليها ليه؟ لإني ممكن أنا أكون بعامل ابني أو بنتي في البيت بطريقة الانتقاد الدائم وده يخليه ينجذب للعبة بتحسسه بشخصيته بتحسسه بأهميته فأنا ضد الانتقاد الدائم للمراهق خالص طيب لو أنا كأم أنا على تيك توك وابني شايفني على تيك توك هل المفروض أبطل؟ يعني ألغي الأكاونت بتاعي وما بقاش أنا على تيك توك عشان أعرف أوجهه صح ده برضو سؤال هيتسئل يعني هل أنا عشان بقى بقى على تيك توك فأنا مدي له تصريح كده اللي هو أوكي عادي إذا كان مامتك أو باباك قاعدين على تيك توك هو أنا مش همنع بس لازم يكون التصريح ده مقنن لا أنا بقول رأيك أنت أه ما أنا بقول لحضراتك رأي ما فيش مشكلة ما هو أنا لو أنا منعته خالص هيبقى عنده شراهة زي ما قلنا للتطبيق أكتر لكن لازم يبقى مقنن أو إن أنا لو شفت تيك توك غير لائق أنا لازم أناقشه فيه بطريقة ظريفة أنا مش بتخانق معاه أنا بنأشه في سلبيات التيك توك ده الأطفال اللي بتشرح إيديها دي كده هنا طب ده معناه إن أي تحدي هينزل على تيك توك هم مستعدين جدا يجربوا لأ طبعا ما هو إحنا بقى نبتدي نوعي وننبه وننبه إن التشريح ده ممكن يوصل نحن نقطع شريان نبتدي ندخل طورق ونروح مستشفى يعني أنا لازم أنا بقول لحضرتك لغة الحوار مهمة جدا جدا لازم يبقى فيه فرايتي يبقى فيه حوار يبقى فيه إدخال رياضة معينة أو اهتمام معين أبتدي أشجع ابني عليه حتى في أوقات المدرسة مفيش مانع إن أنا أعمل يوم في الأسبوع إن هو أوجهه الحاجة هو بيحبها أو يعمل بيحبها أنا كمان يعني إحنا طبعا كل المؤسسات اللي في الدولة وكل الوزارات كلها بتخدم بعض يعني كلها بتخدم على بعض وبصراحة أنا بشوف فيه ملحمة من الوزارة دي للوزارة دي للمؤسسة دي للمؤسسة دي فأنا بصراحة أنا هو يعني بخاطب وزير التربية والتعليم أنا شايفة إن المدارس بقت صحية قوي وفيه بصراحة مجهود مبزول في كل المدارس أنا بحييك عليه لكن ياريت بقى كمان مننا كأمهات مش بس مزيعات ولا برامج كل ما يطلع تحدي جديد كل ما تطلع مشكلة جديدة تبقى في كل المدارس يعني يبقى فيه كده نشرة كده لكل المدارس اللي هو إجباري لازم تفاهموا الأطفال دي إجباري لازم هم بقى يبدلوها بتحديات تانية جوة المدارس تحديات حلوة زي زمان كنا بنشوف المسابقات في الأسئلة كان يعملوا مين الناجح أكتر اللي كانت بتتعمل طبعا طبعا وفيه برامج قريدي كده دلوقتي ومين اللي يطلع الأول على المدارس والولاد بيبقوا ترندي فرحانين إنه هم هيطلعوا في البرامج دي ومسابقات بتبقى على مستوى المدارس كلها والمدارسة الأكتر بيبقى بيها صلاحيات وجوائف ليه ما يبقاش لي نحنا تيك توك لا تيك توك تاني بطريقتنا كمصريين إيجابي يعني أبليكيشن تيك توك جاي لنا منين؟ من هناك طبعا إحنا نعمل بقى تيك توك تاني وندخل بقى فيه الحاجات الحلوة الشباب الموهوبة في الرياضة اللي واخدين مدليات ما عرفش فينه وجوده وكارتيه أنا شفت فعلا حاجات كده والله الولاد لو شافوا إنه في أبليكيشنز وإيه المشكلة على فكرة هي هم بيروحوا لها عشان بيبقى فيه هدايا وفلوس وحاجات طبعا إحنا ممكن رجال الأعمال في مصري فيه تحدي أه رجال أعمال في مصري بهم السبونسورز بتوع الأبليكيشن ديت وابتدوا يدوا للأطفال ده الهدايا يعني زي برضو الهدايا بتاعت تيك توك ونصحب من الجليم والبساط شوية بشوية الكبار ما لناش علاقهم ما بيعملوا إيه بقى هم حرين في نفسهم لكن الشباب اللي في السن ده دي مسؤوليتنا فأنا بصراحة ياريت 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 نعمل ده في مصري يعني أنا شفت بالفعل تيك توك كان طالب في المدرسة اخترع جهاز معين والحقيقة وكان معمول تيك توك عليه احنا عايزين بقى ندعم ده احنا عايزين التربة تبقى صالحة ان احنا نرجع تاني زويل جديد وتبقى هي دي التراندز مش تبقى التراندز الألفاظ المخلة والعري الزائد والرقصات المخلة اللي بتعمل أعلى لايك لا احنا عايزين دايما حتى احنا دورنا كمرتادي للسوشيال ميديا لازم نعمل فوكس على الألعاب مش على اللعبة نفسها على الضرر اللي وقع على اللعبة دكتور شريم بشكرك جدا النهاردة نورتينا في يوح كأن طبعا يعني خلاصة القول النهاردة الحلقة دي حقيقة يعني أنا قعدت افكر كتير قبل منعمل الحلقة دي احط ايدي على ايه بالزبط عشان اخلي الام تتخض لا اتخضي انت منحقك النهاردة معايا ان انت تتخضي اتخضي لان ألعاب بتموت يعني ما فيش اكتر من كده لفظ اللي خليك تتخضي فلازم تعرفوا بعدين فيه اهالي ما عندهاش فكرة اصلا باي حاجة على الانترنت لا انا لازم ابص لازم اخد فكرة يعني ادخلي خدي فكرة بيعملوا ايه بنتك بتعمل ايه انت فيه فيه ناس بتتخضي يجوا لها من بلاد تانية دي بنتك معارفش طالع على لبسة ايه في ايه ايه ولا انت ولا واخد بالك ادخلي بصي اعرفي حتى لو انت مش متعلمة ولا مكملتش تعليمك مش عيب ان انا ان ادخل اشوف ولادي بيعملوا ايه اوصع على الموبايل كده اشوف لبسها اشوف ايديها النهاردة ديناكل علامات اللي هي بتقول ان ولادي بيعملوا التحدي ده حاجات حدها ادين متشرطة كده بالسكينة ولا بمعرفش بايه لقاتي حبل في القوضة فدي اللي هو التحدي بتاع المشناء بعد الشر يعملوا ما تلاقيهوش بعد خمس دقايق فأبليكيشنز كل يوم بتطلع وفيه تحدي مع الزمن طول الوقت الزمن بيجري بسرعة 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 واحنا بنجري وراه بسرعة بسرعة وولدنا الله يكون فعونهم الله يكون فعون الجيل ده اللي هو طالع في الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على قد ما نقدر نحنا نخلي بالنا على قد ما نقدر نحنا نرائب من بعيد لبعيد على قد ما نقدر نحتوي ولادنا عشان دول اغلى حاجة عندنا بس كده شوفكم الحلقة جاي ان شاء الله موسيقى